أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية التفافق على مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الاستراتيجية والتي تم التوافق عليها بالتعاون والتنصيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لتوفير السلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وخلال الاجتماع الإسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب تنفيذ المبادرة بما يسهم في تخفيض أسعار السلع وتحقيق الاستقرار في الأسواق وأكد مدبولي استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها